بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أهلا بكم معاكم أشرف رمضان في الفيديو ده هكلمكم عن Single Phase Halfway Frictified زي ما شوفنا في المحاضرة السابقة ان احنا بدأنا نتكلم عن الدايود يا شباب وقلنا ان الدايود ده عبارة عن مكون إلكتروني احنا بتكلم هنا عن الباور دايود فيه أنود اللي هو البوزيتيف وفيه كاسود اللي هو الطرف النيجاتيف عايزين نبدأ نشوف لو احنا وصلنا Single Phase تمام مع Halfway Frictifier يعني Halfway Frictifier عايز اعمل توحيد نصف موجي يعني هستخدم دايود واحد بس يبقى انا لو انا عندي الانبوت بتاعي AC Signal هيدخل على الترانسفورمر الترانسفورمر فيه عندي هنا ال V Primary وهنا ال V Secondary الملف اللي ابتدائي تمام عرض لفاته N1 و الملف في السنوية N2 يبقى انا عندي فرق جهد على P Primary اسمه V Primary وال Secundary اسمه V Secondary طبعا ال V Secondary بيساوي V M مضروب فيه Sine Omega T طيب دلوقتي الجهد اللي هيدخل هنا على الانفيرتر طبعا بيدخل Sine Wave تمام Sine Wave انا اعمل ايه بقى في Sine Wave دي انا بيدخل عندي شكل السيجنل اهو العلاقة هنا بين ال V M اللي هو ال V Maximum تمام وهنا عندي ال V Secondary المحور بتاعي يبقى المحور الأفق فيه ال Omega T والمحور الرأسي ال V Secondary اللي هو الانبوت بتاع الديود ويبقى أقصى جهد هنا بيوصل اللي هو V Maximum في الموجب زي ما احنا قلنا الدورة الكاملة هي عبارة عن نصين النص البوزيتف من 0 لحد باي باي اللي هي 180 درجة تمام وبعد كده من 180 لحد 2 باي اللي هي 360 360 يبقى أنا لو خدت قمة كاملة بوزيتف وقاع كده أنا عملت سايكل عملت دورة كاملة يبقى الدورة عبارة عن قمة زيت قاع أنا اللي من أدرس في مين في سايكل كاملة بعد كده السايكل ده تتكرر يبقى دي السايكل الأولانية يبقى السايكل الهرتز الواحد هو عبارة عن قمة زيت قاع زي ما شرحنا في محاضرات قبل كده النص اللي فوق واللي تحت ده كان عبارة عن دايرة 360 وأنا قطعت الدايرة دي 90 بالسكين خليت النص اللي فوق ده زي ما هو وتخيل أن أنا مساكت النص اللي تحت ده بإيدي كده رح تعمله shift إزاحة ناحية اليسار يبقى بذال ما هيبدأ من إينا هخليه بدأ من تحت يبقى النص اللي فوق ده يبقى النص اللي تحت أنا عملتله shift يبقى دي عبارة عن دايرة كاملة بنسميها cycle خلاص دي مكهوم طيب لما يكون أنا هنا positive لما يكون عند الإشارة هنا positive المفروض إحنا إيه بقى positive مع positive يبقى الضيط هيوسط وإحنا قلنا الضيط ليه حالتين يا إما forward bias يا إما reverse bias في حالة الforward bias يبقى النص الموجب ده كل الحد دي لو أنا عملت إسقاط كده هقول حد هنا يبقى النص ده هيمر لأن إحنا قلنا الضيط في الحالة دي بيبقى short circuit كانه سلكة بيعدي التيار فالتيار اللي هيعدي بقى هيعد النص الموجب من سفر الاتكام من سفر الاتنين باي عايز الناس تركز معايا عشان شكل الـ waves ده مهم جدا هو اللي هنبدأ نلعب فيه داخل الـ inverter ونبدأ نتحكم فيه وعايزة خليها تشتغل إمتا وتفصل إمتا والحوارات دي فنعايز الناس تركز يبقى إيه اللي حصل هنا كل اللي حصل إن النص اللي فوق ده عدة من الإشارة يبقى أنا دخلت هنا على الـ diod نص موجب النص الموجب ده عدة من الـ diod لأنه كان في حاجة التوصيل الأمامي لأن موجب مع موجب بيبقى forward خلاص حفزناها طيب لما تقلب الإشارة أجي في النص اللي تحت النص اللي تحت ده سالب طب سالب مع موجب يبقى توصيل عكسي يعني توصيل عكسي يعني إيه يعني الـ diod بيبقى open circuit دايرة مفتوحة يبقى النص ده يبقى إيه بسفر يبقى من باي ل 2 باي بسفر اللي حصل في السايكل الأولانية في الدورة الأولانية يحصل في الدورة التانية النص الموجب يعدي والسالب بيبقى بسفر بعد كده لو الدورة التالتة مثلا يبقى النص الموجب يعدي وبعد كده سفر بعد كده النص الموجب يعدي وبعد كده سفر النص الموجب يعدي وبعد كده سفر حسب بقى إيه الاشارة اللي انت بتبدأ تشوفها عندك على الاسوليسكوب طيب لان عايزو فيه التيار بتاع السكندر مش هنا فيه تيار بيدخل IS اللي هو هيعتبر IL لان هو هو اللي بيدخل على اللود اللود هنا عندي انا مركب مقاومة هي اللود يبقى الجهد بين النقطة دي والنقطة دي هنسميه V-Load V-Load وده positive وnegative موجب سالب دخل على assistance R يبقى التيار ILود هو هو ال I-Mean ال I-Secondary طيب القيمة هنا بتاعت التيار ده عبارة عن ال V-Maximum تمام بأسمها على ال R لان انا اسمت فرق الجهد اللي دخل تمام او الجهد اللي دخل ال V-M ال V-Maximum دي على R هتديني قيمة التيار اللي بيعدي طبعا اللي هيعدي ده في النص الموجب والنص السالب قلنا سفر النص الموجب يعدي والنص السالب سفر فأنت لو عايز ترسم علاقة بين ال IS ال I-Secondary او ال I-Load عايز تشوف ال I-Load بكام هو عبارة عن ال V-Maximum قانون O طيب لو انا عايز اشوف شكل الجهد على ال DIOD لو انا اشوف شكل الجهد على ال DIOD ال DIOD في حالة التوصيل الامامة بيبقى ايه؟ في التوصيل الامامة بيبقى سلكة شورت سيركت شورت سيركت يعني الجهد عليه بكام بسفر ليه؟ لان انا بقيسي الجهد على ال DIOD يبقى انا هنا بحط الأفوميتر بتاعي او ال I-O-Scope عشان ايسي الجهد بتاع ال DIOD فهو بيوصل بيوصل يعني بقي سلكة يعني الجهد اللي عليه بكام يا معلم بسفر طيب الناحية التانية بقى بيبقى ال DIOD ده تمام اوبن لما يكون اوبن بيبقى عليه جهد لما يكون اوبن بيبقى عليه جهد طيب الجهد ده بكام؟ بسالف V-Maximum بيبقى هو هو ال V-Maximum بتاع مين؟ ال Input بتاعي يبقى في الحالة دي ليه دي موجودة ودي سفر؟ عشان حد بيسألني مئة مرة ليه دي سفر؟ سفر لان ال DIOD في الحالة دي بيبقى شورت سيركت شورت سيركت فرق الجهد اللي عليه بصفر اما لما يبقى اوبن الحاجة الاوبن هي اللي بيبقى عليها فرق ايه؟ فرق جهد لو انا عايز اشوف الجهد على مين على ال DIOD يبقى انا هنا بستخدم او شرحت في الفيديو ده شاك الاشارات اللي بستخدمها او بشوفها على الاسل سكوب في حالة ال Single Phase انا هنا بشتغل Single Phase Halfway Freightifier ليه سميتها Halfway Freightifier؟ مصف موجي استخدمت ضيود واحد بس شفت شكل ال Input وشفت شكل ال Output على اللود وشفت التيار على اللود وشفت الجهد على الضيود ثاني ده شكل ال Input الاشارة اللي داخلها بتاعة ال V وشفت العائق من فتصة ال Input وشفت العلاق وشفت الجهد على على الحمل وشفت الجهد على ال DiOD وشفت الجهد على مين؟ على الضيوت يبقى في الفيديو ده أنا بدأت أشرح لك السنجل فيز هالف ويف مين؟ هالف ويف ريكتي فاير أو بيسموها بالعربي الموحد نصف الموجة وحد الوجه السنجل فيز